في عدن الغد من بين ثلاثمائة موظف في البنك المركزي خمسة فقط وافقوا على العمل في عدن وفي العربي الجديد ظروف مروعة يعيشها صحفي اليمن وفي البي بي سي تقول إن المهمة الأولى لرئيس وزراء بريطانيا الجديد الحصول على رضا القطلاري مرحبا بكم بينما يدمرون منازل من يقولون إنهم خصومهم يبني قادة ميليشي الحوثي منازلهم الفخمة في صنعاء هذا ما توصل إليه تقرير لموقع مشاهد نت حيث وجد أن الحوثيين أكثر من يبنون المنازل هذه الأيام وعنوان الموقع أسعار مواد البناء ارتفاع قياسي في صنعاء واستقرار نسبي في عدن شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا ملحوظا في صنعاء حيث سجلت الأعلى قياسا بمحافظة عدن خلال السنوات الأربع الأخيرة ورغم الارتفاع الجنوني في أسعار مادة البناء إلا أن صنعاء وضواحيها تشهد توسعا عمرانيا غير طبيعي لسيما وأن المواطنين باتوا يعيشون أوضاعا اقتصادية بالغة أو بالغة الصعوبة نتيجة الحرب وانقطاع مصادر دخلهم كرواتب الموظفين منذ ثلاث سنوات وانشغال معظمهم في البحث عن لقمة العيش فحسب ولكن هناك من يسمونهم تجار الحروب وناهبي أقوات الفقراء الذين لا يهمهم ارتفاع الأسعار مهما صعدت إلى أعلى مستوياتها حيث تجدهم يتسابقون في شراء الأراضي وتشيدها بأوقات قياسية وأغلب هؤلاء ينتبون إلى جماعة الحوثي بحسب مواطن يسكن في حي التحرير والذي قال للمشاهد إنه لم يستطع بناء أرضه التي اشتراها قبل ست سنوات بصنعاء بسبب ارتفاعات السعرية التي ترأت على مواد البناء بشكل غير معقول وبينما يشيد الحوثيون فللهم الفخمة فإنهم يضعون العراقيل أمام غيرهم حيث تمر مواد البناء بثلاث نقاط جمرقية في إب وذمار وصنعاء ولا يمكن أن تتعدى إحداها دون أن تدفع الأموال للحوثيين المعركة مع الماضي من يعرف الماضي يتحكم في الحاضر والمستقبل تحت هذا العنوان كتب جورج فيرمان مقاله المعادة لو نعاد نشره في صحيفة الغد مضيفا في جزء من مقاله فهم الزعيم الصيني ماوسي تونغ أن أحظم خطر يتهدد الشيوعية كان الذاكرة وحتى يدمرها كان عليه أن يدمر الماضي ولكي يفعل ذلك أطلق الثورة الثقافية وفي قلب الثورة كانت الحرب ضد الأشياء القديمة الأربعة العادات القديمة والثقافة القديمة والتقاليد القديمة والأفكار القديمة ولذلك أطلق العنان لحكم من الرعب والذي حاولت الصين أن تتغلب عليه لكنها لا يمكن أن تنساه ربما ليست هناك دولة تكافح مع ذكرياتها أكثر من ألمانيا فقد أنتجت شرا متطرفا جدا حتى أنها لم تكن له سابقة يمكن تأطيره بها لم يكن الأمر يتعلق فقط بقتل اليهود كان هؤلاء مجرد شذرة من ضحايا النازية الذين شملوا أيضا المعاقين والمعارضين السياسيين والجنود الذين قاتلوا في أي حرب بدأتها ألمانيا وبالنسبة لألمانيا فإن ذكرى ما فعلته لا تطاق ونسيانها مستحيل وقد تعلم ذلك البلد العيش مع ذكرياته باعتناقها ليس بالحفوة وإنما بالخجل لكن الأكثر أهمية هو أنه أقام تمييزا بين أولئك الذين ارتكبوا الشر وأولئك الذين جاءوا لاحقا فتم إعفاء الذين جاءوا لاحقا من ذنب أولئك الذين ارتكبوا الأعمال الشريرة وبهذه الطريقة تتحمل الأمة عبء الشر الذي ارتكب وتسامح نفسها على حد سواء إنك لا تستطيع أن تنسى لكنك تستطيع أن تسامح حتى نفسك المعركة مع الماضي يا المعركة من أجل امتلاك الحق في تعرف المستقبل إننا لا نستطيع أن ننسى الماضي وفي اللحظة التي تسبق نومنا يطاردنا الماضي ويذكرنا بإخفاقاتنا لكننا بعد ذلك نستيقظ ونحكي قصتنا لأنفسنا وننسى الأمور الفضيعة التي ربما نكون قد ارتكبناها معطينا لأنفسنا فرصة للعثور على الخلاص في هذا اليوم إن الذكريات تطارد وتدمير البعض حتى في رابعة النهار عندما تكون الشمس في أعلى ذراها والمعركة على النصب هي معركة مع الذاكرة والذي يسيطر على الماضي سوف يعرف المستقبل أيضاً يتحدث موقع عدن الغد عن عاصمة جديدة قد يتم الإعلان عنها من قبل الرئيس عبدالربو منصور هادي وتساءل الموقع ما هي المدينة اليمنية التي سيعلنها الرئيس هادي عاصمة لليمن الاتحادي الجديد ويستند الموقع إلى ما قاله المحلل السياسي والخبير في شؤون الاقتصادية عبدالسلام الشرجبي أن الحكومة الشرعية تتجه لإعلان عاصمة جديدة لليمن هي مدينة سيئون الواقعة في محافظة حضرموت وأفاد أن أي دولة لا تضع بنكها المركزي إلا في العاصمة وبالتالي فقد يكون هذا توجها من الرئيس هادي للإعلان عن عاصمة اليمن الاتحادي من خلال الإعاز لحافظ معياد بنقل البنك إلى سيئون مشيراً إلى أن الجميع مل مما يحدث في العاصمة المؤقتة عدن التي قال إنها تقع تحت سيطرة ميليشيا تجعل من وجود الحكومة عليها أمراً شبه مستحيل واسترد الموقع إلى ما كشف عنه محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد عن إبلاغ صندوق النقد الدولي برفض قيادة البنك نقله إلى الخارج وإمكانية نقله إلى سيئون في حال لم تتوفر البيئة المناسبة لبقائه في عدن لافتاً إلى أن هذه البيئة تتمثل في توفر الجانب الأمني بالإضافة إلى قبول الموظفين القادمين من جميع الفروع أو فروع البنك بالبلاد وعضح معياد أنه من أصد ثلاثمائة موظف في فروع البنك المركزي اليمني خمسة فقط قبل القدوم والعمل في المركز الرئيسي للبنك في عدن والآن نطالع واحداً من الأخبار التي تجعل الموظفين مترددين من العمل في عدن والبقاء فيها حيث نقرأ عنواناً من المصدر أولاين مسلحون ملثمون يقتلون مواطناً في الشيخ عثمان شمال عدن وقال سكان محليون وشهود عيال للمصدر أولاين إن مسلحين ملثمين على متن دراجة نارية قتلوا مواطناً ظهر الأربعاء في مدينة الشيخ عثمان شمالية العاصمة المؤقتة عدن وقال سكان محليون إن أشخاص مجهولين يرتدون أقنعة أطلقوا النار على الشاب عمار عرفا قرب أحد المجمعات الصحية في مديرية الشيخ عثمان قبل أن ينطلقوا مسرعين إلى مكان غير معلوم ولم تتضح الدوافع وراء مقتل عمار على يد مسلحين لكن في خضم انتشار السلاح وتدني مستوى أداء الهجزة الأمنية استغل مسلحون مجهولون الوضع ونفذوا عمليات قتل بحق مدنيين وقادة في الأمن ومقاومة ورجال دين في مدينة عدم الحوثية الوجه الآخر لداعش تحت هذا العنوان كتب نبيل سبيع مقاله المنشور في موقع أو الموقع بوست مضيفا في جزء منه مجاهد قشيرة هو قيادي حوثي كبير في عمران قاتل إلى جانب الحوثين من قبل اقتحام عمران ويقال أنه ممن ساعدهم على اقتحامها وقد قتله الحوثيون قبل أيام بطريقة بشعة ووحشية فضيعة قتلوه وسحلوه ثم أطلقوا الصرخة التي لطالما أطلقها معهم فوق جثمانه هشموا فمه ورأسه وكسروا أضلاعه ويبدو من الفيديو المتداول أنهم كسروا حتى أيديه وأرجله وقد ظلوا يركلونه ويشتمونه ويهينونه ويتفون عليه بعد أن أشبعوه قتلا وتنكيلا بل أن أحدهم أبدى حرصا أكبر فقام بتكسير ما تبقى من أضلاع الرجل بعقب رشاش الكلاشنكوف وجه لصدر القتيل المهشم أصلا عدة ضربات ثم انحنى على الجثة ولمس كتلة كبيرة انزاحت على جانب بطن الرجل كتلة بدت لينة وبدأ أنه من أعضاء الرجل الداخلية لم أستطع نشر الفيديو رغم أنه لا يظهر مجهة قشيرة خلال السحل بل بعد أن مات وتم سحله لكنه ظل مشهد بشع ومروع ومع هذا الفيديو المتداول ويستطيع الواحد أن يشاهده على الأقل كي يعرف كيف يتعامل الحوثيون مع رفاقهم حين يختلفون معهم وكيف يقتلونهم وينكلون بهم الحوثيون أيضا بحسب الأخبار فجروا بيت مجهة قشيرة ولا بد أنهم أطلقوا الصرخة على الأنقاض وهذه رسالة لكل من يقاتل مع الحوثيين أو يؤازرهم من اليمنين لا تؤازر الحوثي في إهانة وسحل اليمنين وتفجير بيوتهم لأنه في نهاية المطاف سينتهي بإهانتكم وسحلكم وتفجير بيوتكم أنتم وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين 62 حالة انتهاك للحرية الصحفية في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري وقالت في تقريرها النصف إن الحرية الإعلامية في اليمن لا تزال تمر بوضع خطير ومعقد وتعنون صحيفة العربية الجديد قتل وتعذيب ظروف مروعة يعيشها صحفي واليمن وشملت الانتهاكات التي تعرض لها مئات الصحفيين بحسب تقرير النقابة القتل والاعتداء والتهيير والمصادرة والتعذيب والشروع بالقتل وحجب مواقع إخبارية ومصادرة مقتنياتهم وممتلكاتهم ومحاكمتهم وترويعهم ناهيك عن حرمان أكثر من ألف صحفي وموظف وسائل الإعلام الرسمية من رواتبهم منذ العام 2016 وتصدر الحوثيون قائمة المنتهكين فيما وثقت أيضا انتهاكات ارتكبتها الحكومة الشرعية بتشكيلاتها العسكرية والأمنية والتحالف العربي الذي تقوده السعودية وجهات مجهولة وتقول النقابة إن عمد الصحفيين القتلى منذ عام 2014 وحتى منتصف العام الجاري بلغ أربعة أو بلغ أربعة وثلاثين صحفيا ومصورا وعاملا في مجال الإعلام ضحوا بأرواحهم رخيصة من أجل حق المجتمع في الحصول على المعلومات نطالع من صحيفة فينينشال تايمز ما كتبه ثلاثة من أبرز صحفي الجريدة بعنوان بريطانيا تناظل من أجل الحصول على دعم أوروبي لإرسال قوة عسكرية لمنطقة الخليج وفي ظل دعوات من فرنسا وألمانيا لأن يكون التركيز الآن على خفض التصعيد وتقول الصحيفة طلبوا بريطانيا إرسال قوة بحرية أوروبية لحماية خطوط الملاحة في منطقة الخليج لا يجد قبولا حيث قالت ألمانيا إنه من المبكر مناقشة المشاركة العسكرية في حين لا ترغب فرنسا في أن تعد أو تعد بإرسال المزيد من السفر الحربية أو حتى المشاركة في دوريات مشتركة في المنطقة ويوضح التقرير الذي ترجمته البي بي سي أنه على الرغم من الدعم السياسي القوي الذي قدمته فرنسا وألمانيا وحفهم إيران على إطلاق صراح ناقلة النفط البريطاني المحتجزة منذ الأسبوع الماضي إلا أن أي منهما لم يكن على استعداد الإرسال قوات بحرية إلى منطقة الخليج بل أصرتا على الحلول الدبلوماسية وتنقل الجريدة عن وزير الخارجية الألماني قولة إن ألمانيا لم تتلقى طلبا رسميا من بريطانيا للمشاركة العسكرية بينما قال مستشاروء الرئيس الفرنسي إماويل ماكروم إن مباحثات جرت مع الجانب البريطاني بشأن تأمين طرق الملاحة في الخليج لكنهم أكدوا مرارا على ضرورة خفض التوتر وهو الهدف الذي لا يتوافق مع إرسال أي قوات عسكرية للمنطقة أحمد ناصر حميدان يكتب عن العدالة في عدن وكيف يمكنها أن تصلح حال المدينة وتعيد إليها الأمن والاستقرار وأضاف في مقاله الذي نشرته يمن مونيتور كم صرخنا ومعنا كل الشرفاء بترسيخ العدل وتفعيل دور القضاء والنيابة واليوم نشعر أن باب العدل ينفتح بتحرك أجهزة الدولة المعنية بالتحقيق والتحري لتكشف لنا حقائق جرائم اغتيالات عدن باعترافات المجرمين أنفسهم تسقط كل الشائعات والأكاذيب والوهم لتعلن الحقائق وتتكشف المخططات الجهنمية ويفتضح المجرمون المتسترون بشعارات فارغة والواهمون أنهم سحر الناس ومحمين بهذا السحر بعدد من المتيمين بأعمالهم الإجرامية وتصفية خصومهم إرهابا اليوم يتضح من هو الإرهابي بالدلائل والبراهين بتحري وتحقيق النيابة وأجهزة الأمن ولا ينقصها غير الدعم الشعبي الساند للدولة ممثلة بالنيابة القضية قضية رأي عام ومستقبل هذا البلد في أن نكون أمة محترمة تحترم القانون والنظام أو لا نكون لنبرهن أننا مجتمع مدني حي الضمير وحر الرأي الكل يرفع صوته مطالبا بتحويل القضية للقضاء ليقول كلمته الفصل فيها إيقاف كل المجرمين المعلن عن أسمائهم في القضية وتقديمهم للعدالة لإنصاف الضحايا الأغبياء يضعون المجرمين في مقام وطنهم وقضيتهم العادلة وما يقال عن استهداف شخصيات متورطة بالجريمة أنه استهداف للجنوب وما جعلني أقول أن الجنوب تعرض لأكبر عملية تغرير في التاريخ أي قضية عادلة لا تقبل التصفية الجسدية لمجرد المزاج السياسي والفكري خارج إطار قانون وحكم عادل اليوم بعض الأغبياء يتمسك بالمجرمين ليقول هذه قضيتنا وهي قضية غير عادلة بتاتا بل مدانة داخليا وخارجيا العدل هو القضاء والتحري والاستدلال والمحاماة وهذه مسألة لا تحتاج أبدا إلى ذكاء الحوثية هي أبشع وأفضع حركة أو جائحة بعبارة أدق مرت على اليمن وهي تثبت كل يوم وتؤكد أن مصائبها وهمجيتها ووحشيتها لن تصيب خصومها وعداءها فقط بل ستطال قادتها وعكفتها المخلصين أنفسهم بل وقد تغدق عليهم من همجيتها ووحشيتها أكثر عند دخول رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون إلى مقره تقول شبكة البي بي سي سيقابل بترحيب وتصفيق من جانب طاقم العمل في عشر دونونغ ستريت مقر أو مقر إقامة رئاسة الوزراء ولكن أحد هؤلاء الموظفين يصعب الحصول على رضاه حيث يشغل القط لاري منصب صائد الفئران الرسمي في مقر رئيس مجلس الوزراء وهو منصب يعود إلى مئات الأعوام ترى هل حظي رؤساء الوزراء السابقين بود زميلهم الصغير على مر الأعوام وهل تولدت علاقة صداقة بين القط وزملائه البشر في مقابلة عام 2016 مع صحيفة ساندي تايمز قالت تريزامي إنها سعيدة للغاية لرؤية لاري ولكنها ألمحت إلى أنها تحب الكلاب أكثر من القطط لأن حيوان الأليف في بيت أسرتها كان كلبا ولا يعتقد أن علاقتهما تحسنت بعد أن أبعدت الشرطة لاري بلطف من عشر داونينج ستريت قبيل إلقاء خطاب استقالتها خشية أن يشتت الانتباه بعيدا عن رئيسة الوزراء وفي لحظة هامة في تاريخ العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة سمح لاري للرئيس الأمريكي باراك أوباما أن يربط على ظهره أثناء زيارته الرسمية وقال كاميرون لاحقا إن نائلنا لاري لا يعترض على وجود أوباما لدى وصول توني بلير إلى ردهاته وغرف عشر داونينج ستريت كان يتوجب عليه أن يشارك بيته الجديد مع القط المخضرم هانفري الذي كان عشر داونينج ستريت منزله على مدى ثمانية أعوام قبل وصول بلير وزوجته شيري ولكن الشائعات ثارت عندما غادر هانفري البيت فجأة وأدى هذا بأن يوجه ألان كلارك عضو البرلمان عن حزب المحافظين سؤالا في جلسة أسئلة رئيس الوزراء أمام البرلمان عن الخطوات التي اتخذها طاقم مقر إقامة رئيس الوزراء لمعرفة الحالة الصحية لهانفري قبل مغادرته عشر داونينج ستريت يقول موقع عربي 21 إن زوجا من الأحذية الرياضية المخصصة للركض صنع عام 1972 وهو من أوائل الأحذية التي أنتجتها شركة نايكي حقق رقما قياسيا لدى بيعه في مزاد علني زوج الأحذية من نايكي المعروف باسم مونشو مصمم من قبل بيل بورنمان مدرب الرقض المشارك في تأسيس نايكي للعدائين المشاركين في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية عام 1972 كما يعد الحذاء من أهم معروضات أول مزاد على الإطلاق تخصصه دار سوذبي للمزادات في نيويورك للأحذية الرياضية وبيع مقابل أربعمائة وسبعة وثلاثين ألفا وخمسمائة دولار وقالت الدار إن هذا السعر أصبح رقما قياسيا لزوج من الأحذية الرياضية يباع في مزاد ولا يعرف على الفور المشتري في المزاد الذي أقيم على الإنترنت الحلول النهائية للقضية الفلسطينية ليست نهائية تحت هذا العنوان كتب شفيق ناظم الغبرة مقاله المنشور في صحيفة العربي أو قدس العربي منذ جولة هرتلز الأولى في أوائل القرن العشرين لشراء فلسطين من العثمانيين الذين رفضوا عبر موقف واضح من السلطان عبد الحميد الفكرة وصولا لحايم وايزمان زعيم الحركة الصهيونية الثاني الذي ساعة لبناء أمر واقع دون الالتفات لوجود سكان البلاد الأصليين لم ينجح حل نهائي بسبب المظالم التي تضمنتها الحركة الصهيونية تجاه سكان البلاد الأصليين وعندما احتلت بريطانيا فلسطين عام 1917 بعد سقوط الدولة العثمانية جاء معها مشروع بيلفور كحل نهائي للمشكلة اليهودية لكن ذلك التصور فاشل لأنه تناقض بالكامل مع حقوق السكان الأصليين ثم جاءت بريطانيا بلجان تحقيق لم تنجح أي منها في إيجاد حل نهائي إحدى تلك اللجان وهي لجنة بيل طرحت حلا نهائيا عام 1937 على شكل تقسيم فلسطين لدولة يهودية وأخرى عربية ومن سخريات التاريخ أن المقترحة أراد لتلك الدولة اليهودية أن تقام وسط كثافة سكانية عربية وفي أراض يملك معظمها سكان البلاد العرب تلك الدولة المقترحة كانت على لسان بن جوريون بداية لدولة يهودية لم تلتزم بحدودها لهذا رفضها الشعب الفلسطيني بقوة وفي العام 1947 طرح حل نهائي أخطر خاصة بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية وهو تقسيم فلسطين من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة كان القرار قد فشل في أول تصويت لكن الضغط الأمريكي فرض نفسه على الدول أحد أخطر الحلول النهائية للقضية الفلسطينية كان غزو إسرائيل للبنان عام 1982 لقد اعتقدت إسرائيل بأن طرد منظمة التحرير من لبنان سيفرض الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني لكن إسرائيل فوجئت بعد الحرب التي أدت لمقتل وجرح ما لا يقل عن 30 ألف إنسان بأن ذلك الحل النهائي تحول لكابوس بفضل المقاومة الفلسطينية في جولتنا المصورة لهذا اليوم ومن صحيفة الڭارديان البريطانية صورا تحيي تلك اللحظات التي ما كان ينبغي أن تمر دون توثيق متابع ترجمة نانسي قنقر ولرسامي الكاريكاتير وجهة نظر في قراءة الأحداث واتخاذ المواقف منها مجموعة من رسوم الكاريكاتير نستعرضها في جولتنا التالية ترجمة نانسي قنقر وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من كوشك الصحافة ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء